نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسقي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الغانية أكرا خلال إلقائه كلمة مصر أكد مدبولي أنه على الرغم من النجاحات التي حققتها القارة الأفريقية خلال الأعوام الماضية على صعيدي التنمية والسلم والأمن لكنها ما زالت تتواجه تحديات أمنية واقتصادية وتنموية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واستمرار تفشي ظاهرة الإرهاب فضلا عن النزاعات المسلحة في عدد من الدول وأشار مدبولي إلى أهمية دور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري في ضوء رئاسة مصر للوكالة معربا عن استعداد مصر لتعميق التكامل الاقتصادي بين الأشقاء الأفارقة كما أكد أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا يأتي على رأس الأولويات